اشتركوا في القناة رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الخارجي الروسي علاقات التعاون والأوضاع الإقليمية والدولية وزير النقل يتفقد سير العمل في هيئة الطيران ويعقد اجتماعا بقيادتها محافظ حضراموت يفتتح المبنى التجاري للمؤسسة الاقتصادية اليمنية ويدشن معرض الشهر الكريم من العنوين للتفاصيل اهلا بكم استعرض رئيس مجلس الوزراء احمد بن مباركة مع وزير الخارجي الروسي سيرغي لافروفا علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولي واشاد رئيس الوزراء بمتانة العلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا والحرص المشترك على الدفع بها قدما نحو آفاق الرحبة في مختلف الجوانب مؤكدا فرص الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في المجال الكهرباء والنفط والزراعة والثروة السماكية وتناولت المباحثات مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وجهود تحقيق السلامة من جانبه جدد وزير الخارجي الروسي موقف بلاده الداعم لحل الأزمة اليمنية سلميا مشيرا إلى عمق العلاقات اليمنية الروسية ووجود فرص لتطويرها والتعاون المشترك في مختلف المجالات كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على ضوء استمرار جرائم الإبادة لقوات الاحتلال ضد المدنيين في قدسة حيث جدد بن مبارك موقف اليمن الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستنكارها الشديد لجرائم قوات الاحتلال الصهيوني وضرورة فرض وقف إطلاق النار والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول للقطع عقدت في مقر الحكومة الروسية بالعاصمة موسكو جلسة مباحثات يمنية روسية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك ونيب رئيس الوزراء الروسي إليكسي أوفيرتشوكا وكرست المباحثات لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف الجوانب وخاصة الاستثمارية ومقافعة الإرهاب والجريم المنظمة إضافة إلى أليات تنفيذ بنود إعلان مبادئ علاقات الصداقة والتعاون الثنائي الموقع بين الرئيسين اليمني والروسي عام 2003 وتفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة وقدم رئيس الوزراء إجازا حول التطورات التي تشهدها اليمن في مختلف المجالات والتحديات التي تواجهها الحكومة وفرص تعزيز التعاون الثنائي مع الأصدقاء الروس في هذه الظروف الاستثنائية مستعرضا الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة واستعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لرؤوس الأموال الروسية بدوره أكد نايب رئيس الوزراء الروسي انفتاح بلاده للتعاون على اليمن في مجال الطاقة والنفط والثروة السمكية والزراعة وصولا إلى تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة واتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بذلك اطلع وزير النقل عبدالسلام حميد على سير العمل والانضباط بالهيئة العامة للطيران المدني والإرصادة في العاصمة الموقعة عدنة واستمع وزير النقل من القائمين على القطاعات والوحدات بالهيئة إلى شرح مفصل حول نشاط سير العمل في الهيئة والخدمات المقدمة وخطة عمل تطوير وتحديث عمل الهيئة والملاحة الجوية والمطارات في المناطق المحررة واشدد الوزير حميد على أهمية الانضباط الوظيف والإنجاز وتحسين الأداء والعمل بانسجام وفق الأنظمة واللوايح وترشيد النفقات في عمل الهيئة وفي سياق المتصل عقد وزير النقل اجتماعا بقيادة الهيئة العامة للطيران المدني لمناقشة سير المشاريع في المطارات موجها قيادة الهيئة بسرعة التواصل والتنسيق مع مسؤول مكتب البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن بشان إنجاز ما تبقى من مقونات تلك المشاريع وتكليف مختصين باستكمال الترتيبات المتعلقة بتجهيز مطار عتق الدولي افتتح محافظ حضر موت مبخط بماضي بمدينة الموكلة المبنى التجاري للمؤسسة الاقتصادية اليمنية ويتكون المشروع من أربعة أدوار تشمل محال تجارية ومكاتب وصالة عرض وأقساما تجارية وأقرى للمواد الغذائية وعرض الأثاث والتيهزات والأكترونيات كما تشهن المحافظ معرض الشهر الكريمة الذي تنظمه المؤسسة الاقتصادية اليمنية ويقدم عروضا مقدمة من المؤسسة والقطاع الخاص للعديد من المواد الاستهلاكية المخفضة واستمع المحافظ الماضي من مدير المؤسسة الاقتصادية العميس سامي السعيدي إلى شرح حول الهدف من هذه المعارض في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لافتا إلى أن المؤسسة الاقتصادية هي الملاذ الآمن للمواطن من خلال البيع بالأسعار المخفضة وأوضح العميد السعيدي أن المؤسسة تعتزم توفير ملابس مناسبة لعيد الفطر واستمرارها في توفير مواد أساسية واستهلاكية للمواطنين وأوضح العميد السعيدي أن المؤسسة تعتزم توفير ملابس مناسبة لعيد الفطر واستمرارها في توفير مواد أساسية واستهلاكية للمواطنين وتقديم عروض الأثاث والتيهزات والأكترونيات والأيهزة الكهربائية مستقبلا بمعارضها ومحالها التجارية بالمبنى التجاري الجديد للمؤسسة على مدار العامة حقيقة أنه أعتاد في كل المعارضة الرمضانية أن يعملوا نسبة تخفيض كبيرة للمواطن لتنمس احتياجات المواطن استقدام الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك رغم الظروف ورغم ما تعانيه البلاد ورغم ما يحصل للتجارة بشكل عام قراء العمليات في البحر الأحمر التي زادت من قيمة الأسعار بكثير نسبة كبيرة إلا أن البيوتاك الخاصة في محافظة حضر مترادد أو فضلة تكون التجارة مع الله سبحانه وتعالى التجارة الرابحة ولذلك نحن نشوف نسبة تخفيض كبيرة اقتصال أحيانا إلى 50% 40% متفاوتة المؤسسة الاقتصادية بالتعاون مع المكتب التجارة والصناعة حريصين على مثل هذه الصالة جائما أو المعارض الرمضانية وما زاد في هذا العام أنه في الصالة الكبرى للمؤسسة الاقتصادية لذلك قربوا من المواطن كثيرا اليوم نفتتح المبنى التجاري للمؤسسة الاقتصادية في حضر موت في عاصمتها المكلة هذا المبنى هو أول مجمع استهلاكي للمؤسسة الاقتصادية بعد أن تدمرت المجمعات التي دمرتها مليشيات الحوثي التي دمرت كل جميل في هذه البلاد هذا المجمع سيكون منفذ بيع مباشر وسبق وأن تم تصريح في العام الماضي أنه ستحول المعارض الموسمية إلى معارض دائمة وهنا اليوم هو أول معرض دائم نبدأ به من حضر موت وإن شاء الله سننطلق في كافة المحافظات الهدف من هذه المعارض أو من فتح منافذ البيع المباشر هو الظروف القاسية الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصة الظروف المعيشية التي يمر بها المواطن بحث محافظ حضر موت مخد بماضي بالمكلة آلية تنفيذ الإجراءات المتبعة لتطوير مطار ريان الدولي بما يتوقب مع التطورات الحديثة في مجال الطيران المدني وناقش المحافظ بن ماضي مع المدير العام لمطار ريان أنيس باسويطين ومدير الخطوط الجوية اليمنية بالمكلة وليد فلهوما الجوانب الفنية والمهنية وآلية تطويرها وتحديثها وأكد محافظ حضر موت أهمية تعزيز إبراز التعامل الأمثال مع المسافرين والارتقاء بالخدمات الملاحية بالمطار وجه محافظ حضر موت مبخط بن ماضي بسرعة استكمال المبنى الجديد لإدارة الهجرة والجوازات والجنسية بمنطقة غرب الضيافة وتيهيز المبنى رسميا منتصف شهر رمضان المباركة واطلع المحافظ خلال زيارته للمبنى على الأعمال الجارية لاستكمال بعض الجوانب الفنية في المبنى تمهيدا لتدشين العمل فيه وتعرفا من المدير العام لفرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بساحل حضر موت العميد فهمي بن لقديش على الأعمال الفنية التي طالت المبنى وأشدد المحافظ على تيهيز المبنى قريبا واعتماد مواقبة التطور التكنولوجي في التعامل مع طلبات وإجراءات المواطنين كما وجه بافتتاح فروع جديدة في المديريات المأهولة بالسكان للتخفيف عن المواطنين قام محافظ حضر موت مخود بماضي بزيارة مفاجئة لمستشفى المكلة للأموم والطفولة اطلع خلالها على القدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتفقد المحافظ بالماضي الوضع في قسمي الطوارئ للرجال والنساء وغرفة العناية المركزة للمواليد وحديث الولادة وقسم الأشعة كما اطلع المحافظ على سير عملية التدريب لطلاب التمريد والطف في أقسام ودوائر المشفى وتعرف المحافظ على الخدمات المقدمة في أقسام المشفى مشيدا بالخدمات التي يقدمها المستشفى مشددا على ضرورة التطوير الدائمة وتقديم خدمات أفضل للحالات الطارئة أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية استشهاد المساعد عبد الرحمن سعد العجيلي التابع للواء الشرطة العسكرية وجرح زمين آخر له بإصابة خفيفة إثر انفجار حشوة سلاح الار بي جي خلال التدريب بمعسكر اللواء في الموكلة وعبرت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في بيان الله عن خالص تعازيها لأسرة الجند الشهيدة وذويه في مصابهم الأليمة سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وارضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوانة ومتمنية شفاء العاجل للجند المصابة وأهبت قيادة المنطقة بوسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة والحذر في تناول الأخبار المتعلقة بهذا الحادث الأليمة والحرص على توفير المعلومات بشكل صحيح مؤكدة بأن الحادث الأليم ليس نتيجة لأي عمل إرهابي متعمدة وإنما كانت نتيجة لحادث عرضي مؤسف صادق المكتب التنفيذي بمحافظة شبوى في اتماع الدوري برئاسة محافظة المحافظة عوض ابن الوزيرة وبالإجماع على مشروع القرار الخاص بإنشاء منطقة عسكرية بالمحافظة تابعة لوزارة الدفاع ويأتي تصديق على القرار بناء على المذكرة التي رفعها محافظة شبوى للرئيس العليمي والتي استعرضت أسباب المطالبة بإنشاء المنطقة من كل النواحي منوهة بأهميتها للمحافظة واستفائها لشروط القانونية والعسكرية من ناحية أخرى أعلن محافظ شبوى قرب إعادة تشغيل ميناء قناة تجاري مشهيرا إلى أن هناك تفاهمات تجريها وزارة النقل لإسناد مهمة تشغيلية لشركة دولية متخصصة في إدارة وتشغيل الموانئ كما ناقش تنفيذ شبوى في اجتماعه التقارير السنوية لعدد من المكاتب الخدمية بالمحافظة قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة إن هناك حاجة لإجلاء أكثر من 120 مريضا المجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية وأكدت مصادر صحية فلسطينية أن التواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية للمرضى في مجمع ناصر الطبي في خان يونس مع توقف المولد ونفاذ الأكسجين وتعطل شبكة الصرف الصحي وتقدس النفايات وأشار القدرة إلى أن مجمع ناصر الطبي بحاجة إلى سلسلة إصلاحات عاجلة لتقديم الخدمات الصحية لما يقرب من مليون وثمانمائة ألف مواطنة وطالب المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة والعاجلة لمجمع ناصر والضغط على الاحتلال للإفراج عن جميع الكوادر الصحية قتام نشر إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء الرئيس الوزراء يستعرض مع وزير الخارجي الروسي علاقات التعاون والأوضاع الإقليمية والدولية وزير النقل يتفقد سير العمل في هيئة الطيران ويعقض اجتماعا بقيادتها محافظ حضراموت يفتتح المبنى التجاري بمؤسسة الاقتصادية اليمنية ويدشن معرض الشهر الكريم في ختام النشر تقبل تحياتي وتحياتي فريق العمل ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي في حضراموت تيفي دمتم بأمان الله موسيقى